اشتركوا في القناة لكنها تقول هلا تريد رؤية تصعيد للوضع ولن تشارك في أي رد انتقامي ضد ايران اهلا بكم البداية بتدعيات الهجوم الايراني غير المسبوق على اسرائيل اذا استنكرت مجموعة السبع الكبرى الهجوم وعادت التأكيد على التزام المجموعة بامن اسرائيل وفي بيان لزعماء المجموعة قالوا فيه ان دولهم ستواصل العمل على تحقيق استقرار الوضع وتجنب المزيد من التصعيد وضاف البيان ان ايران تخاطر باثارة تصعيد اقليمي لا يمكن السيطرة عليه وطلب البيان طهران ووكلأها بالتوقف عن هجماتهم وبشأن الحرب في غزة قال البيان ان زعماء المجموعة سيواصلون العمل صوب وقف فوري ومستدام لاطلاق النار كما ابدت المجموعة استعدادها لاتخاذ تدابير لمواجهة خطوات اخرى لزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط قال مسؤول في البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو بان الولايات المتحدة لن تشارك في اي هجوم اسرائيلي ردا على الهجوم الايراني الاخير من جانبه اكد المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي ان بلاده لا تريد رؤية تصعيد في الوضع ولا تسعى الى حرب اكثر تساعا مع ايران ما اظهرت اسرائيل الليلة الماضية كان قدرة مذهلة على الدفاع عن نفسها وكان تفوقها العسكري بالامس رائعا جدا اذ لم تتخطى الدفاعات سوى قلة من الصواريخ وكان الضرر خفيفا جدا كما اظهرت اسرائيل مجددا وكما قلت انها ليست وحدها بل لديها اصدقاء لذلك كان الرئيس واضحا باننا لا نريد ان نرى هذا التصعيد ولا نسعى الى حرب اوسع مع ايران اعتقد ان الساعات والايام القادمة ستخبرنا بالكثير من جانبه اعرب بني جانس عضو مجلس الحرب الاسرائيلي عن امله في تشكيل تحالف اقليمي لمواجهة ايران وقال جانس ان اسرائيل ستجعل ايران تدفع ثمن شنها هجوما ضخما بصواريخ وطائرات مسيرة عندما يحين الوقت المناسب هذا فيما اشهد جانس بوقوف العالم الى جانب اسرائيل في مواجهة هذا الخطر واصفا ذلك بانه نجاح استراتيجي لاسرائيل وكان مجلس الوزراء الاسرائيلي قد اجتمع بعد ظهر اليوم لمناقشة كيفية المضي قدما في اعقاب الهجوم الايراني ولمزيد من التفاصيل معنا من حيفة سيد يؤاف شتيرن الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك معنا في هذه النشرة سيد شتيرن هل لك ان تطلعنا بداية على ردود فعل السياسيين الاسرائيليين نعم هناك خلاف داخل الحكومة الاسرائيلية بنسبة لامكانية الرد على ما قامت به ايران وكما يبدو كما ينشر هذا المساء كانت هناك يوم امس اغلبية ساحقة في مجلس الحرب وايضا في المجلس الامني الموسع لضربة معاكسة ضربة تضربها اسرائيل تقوم بها اسرائيل ضد ايران وكانت هناك استعدادات عملية لتنفيذ هذه ضربة يوم امس عندما علم بأن السواغيخ والمسيارات الايرانية هي بالطريق الاسرائيل ولكن بالتنصيق مع رئيس بايدن الرئيس الامريكي قرر نتنياو إلغاء هذه ضربة وحتى هذه اللحظة لم يكن واضحا إذا معا بنية اسرائيل الكيام برد على ما حدث يوم امس او الاكتفاء بالنجاح الكبير بالنسبة لسؤالك واليوم خلال هذا اليوم هناك تصريحات للوزراء من اليمين المستوطنين سموتريج وبين كبير الذين يحذروا من عدم الرد على ايران هم يقولوا احنا يجب ان نأخذ مسيرنا بايدنا ونقوم بالدرب ايران كرد على العملية التي نفذت يوم امس بينما جهات اخرى في الحكومة وربما كبار الجهات الامنية تقول انه يجب الاكتفاء بهذا القدر بالنجاح الكبير بمشاركة جهات اقليمية ودولية بالتسدي لهذا الاجوم ذكرت حضرتك الاتصال الذي جرى بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس المزراء الاسرائيلي نتنياهو هل لك ان تخبرنا اكثر عن فحوة هذه المكالمة؟ لا لم ينشر الكثيرا فحوة المكالمة ولكن نعرف النتيجة نتيجة ان اسرائيل حتى هذه اللحظة امتنعت من الرد على اكبر هجوم عليها واكبر هجوم من هذا النوع على اي هدف في التاريخ اسرائيل امتنعت من الرد بناء على طلب او توقعات او مطالبة امريكية وكما يبدو الرئيس بايدن فقط نستطيع ان نخمن انه قال نتنياهو ان الموقف الامريكي هو الوقوف الى جانب اسرائيل بشرط ان لا يكون هناك تسعيد الولايات المتحدة لن تشارك في الهجوم المداد على ايران وليست معانية بان يكون هناك تسعيد وهذا كما يبدو كان فحوة رسالة طبعا اسرائيل من جانبها تتوقع ان يكون هناك مقابل على هذا الضبط للنفس وهذا المقابل قد يكون فيه عقوبات على ايران وسمعنا ربما ادخال الحرس الثوري لقائمة المنظمات الابهابية او عقوبات اقتصادية اخرى على ايران وطبعا موضوع غزة هو مطروح على طاولة حتى هذه اللحظة هذا المساعر لنا في اسرائيل ان تجنيد جنود احتيات في الآلاف بل عشرات الآلاف ربما في الصباح القادمة مما يعني ربما ان اسرائيل تنوي الاجتياح البري في منطقة الرفح ربما او خطوة عملية اخرى في كتاة غزة وهي طبعا تبحث عن دعم الجهات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة نعم اشكرك على كل هذه المعلومات سيد افشتير الكاتب المحلل السياسي كنت معنا من حيفا شكرا شكرا لكم هذا وقال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان ايران لن تتردد في حماية مصالحها المشروع ضد اي عدوان جديد على حد تعبيره واشدد الوزير الايراني على ان بلاده ليست في ورد اطالة امد عملياتها التي وصفها بالدفاعيات المحدودة لقد ارسلنا رسالة الى البيت الابيض هذا الصباح مفادها ان عمليتنا محدودة وفي الحد الادنى ويكمن هدفها في الدفاع المشروع لمعاقبة النظام الاسرائيلي وينضم الينا من القهرة الدكتور محمد محسن ابو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اهلا بك معنا في هذه النشرة دكتور ابو النور مصدر دبلوماسي تركي يقول ان ايران ابلغت تركيا مسبقا بعملياتها المخطط لها ضد اسرائيل وايضا امريكا نقلت لايران عبر تركيا ان عملياتها يجب ان تكون ضمن حدود معينة ما دلالات ذلك برأيك اولا ايران نفسها هي التي اعلنت انها ابلغت كل دول الاقليم قبل 72 ساعة من هذا الهجوم بمعنى ان الدلالة كانت وضحها جدا ان ايران لا تريد من اي دولة من دول الاقليم ان تتضرر لا تريد من هذه العملية الا ان تصل مجموعة صواريخ فقط لذلك بدأت باسراب مكثفة من الدرونز وصلت الى نحو 500 طائرة من باب اشباع المنظومة الدفاعية الجوية الاسرائيلية التي تسمى ارو ثري وبالتالي تكون هذه المنظومة غير قادرة على استيعاب ما يصل اليها بعد ذلك من صواريخ باليستية لذلك رأينا مثلا ان القواعد الاسرائيلية التي كانت مستهدفة هي ثلاث قواعد رامون ونفطايم وحاتساريم كل هذه القواعد الثلاثة سقط فيها حض اقصى عشرة صواريخ دكتور ابو النور هل ايران مستعدة لمواجهة اسرائيل في حال وجهت الاخيرة ضربة انتقامية لايران ايران نعم مستعدة لمواجهة السيناريو المتعلق بالصراع مع اسرائيل لكن الادراك الايراني الراهن ان الحرب لست مع اسرائيل ولكن حرب مع اسرائيل زائد النيتو فبالتالي ايران غير قادرة وغير مستعدة بالتأكيد لمواجهة النيتو بمفردها لذلك كانت هذه العملية محدودة جدا حتى لا تستفز النيتو الذي يدافع عن اسرائيل ويحمي اسرائيل وبالتالي يكون بهجمات انتقامية ضد ايران دعم اشكرك على هذه المعلومات الدكتور محمد محسن ابو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانية كنت معنا من القاهرة وفي معرض رد فعله على الهجوم الايراني ضد اسرائيل حذر المستشار الالماني ألف شولتس الذي يزور حاليا الصين حذر ايران من شن مزيد من الهجمات على اسرائيل مؤكدا تضامن بلاده معها ندين بشدة الهجوم الايراني ونحذر من اي تصعيد اخر يجب ان لا تستمر ايران على هذا النهج وفي الوقت نفسه من الواضح لنا تماما اننا نتضامن مع اسرائيل التي لديها كل الحق في الدفاع عن نفسها سنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد ولهذا سنوصل تباع نهجنا الحالية لكن لا يسعنا الا ان نحذر الجميع وخاصة ايران من الاستمرار على هذا النحو وكانت اسرائيل وحلفاؤها قد صدوا هجوما ايرانيا غير مسبوق بمئة الطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية وفي الساعات الاولى من فجر الاحد ويعتبر الهجوم نقطة تحولا في النزاع بين اسرائيل وايران ذا انه اول هجوم ايراني مباشر على اسرائيل على الرغم من عقود من العداء وتؤكد اسرائيل انه بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا والاردن قد تصدت بنجاح الى 99% تقريبا من المقذوفات الايرانية تواهجات في سماء القدس والقبة الحديدية تعمل هذه اللقطات تظهر اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة اطلقتها ايران وتقول اسرائيل ان نظامها الدفاعي اسقط معظمها الليلة الماضية هادمت ايران اسرائيل باكثر من 300 سلاح لكن تفوقنا التكنولوجي والجوي جعلنا قادرين على صد هذا الهجوم بتعاون مع تحالف قوي اعترضنا جميع هذه التهديدة تقريبا بعد اول هجوم عسكري مباشر على اسرائيل من الاراضي الايرانية تحدث الرئيس الامريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين ناتنياهو بايدن اكد مجددا على ما اسماه التزام امريكا الصارم تجاه امن اسرائيل واعلن عن خطط لعقد اجتماع لقادة مجموعة السابع من اجل رد ديبلوماسي منصاق في طهران خرج ايرانيون موالون للحكومة الى الشوارع للاحتفال بموجة الضربات ضد اسرائيل ويقول الحرس الثوري الايراني ان الهجوم الليلي جاء ردا على غارة جوية مميتة على مجمع ديبلوماسي ايراني في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر اسفرت عن مقتل عدد من كبار قادتها بعثة ايران لدى الامم المتحدة قالت على وسائل التواصل الاجتماعي بان الهجوم على اسرائيل يمكن اعتباره منتهيا بالطبع اسرائيل سترد على هذا الهجوم ولكن مهما فعلوا فان رجالنا البواسل في الحرس الثوري سيستبقون ذلك لا اعتقد ان اسرائيل سيكون لديها رد على هذا الهجوم واذا ردت فسترد بتأكيد ايران ايضا لكن اسرائيل تقول ان المواجهة مع ايران لم تنتهي بعد وهذا التصعيد بين العدوين اللدودين يزيد مجددا خطر اندلاع حرب اقليمية واسعة النطاق هذا هو اعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلية المسادة الذي يتولى المفاوضات مع حماس بشأن الهدنة في قطاع غزة اعلن ان الحركة الفلسطينية المصنفة ارهابية في قوام عدد الدول رفضت مقترح التهدي الذي قدمه الوسط ميدانيا اعلنت وزارة الصحة تابع لحماس ان القصف الذي طال اليوم مخيم جباليا اسفر عن مقتل عشرة اشخاص وفاد بيان الوزارة انه خلال الساعة الاربع والعشرين حتى صباح الاحد سجل مقتلوا ثلاثة واربعين شخصا لترتفع بذلك الحصيل في قطاع غزة الى اكثر من ثلاثة وثلاثين الف وسبعمائة قتيل منذ بدء الحرب وفي لبنان استدفى طيران الاسرائيلي موقعا شرق البلاد تابعا لحزب الله قرب الحدود مع سوريا وذكرت مصادر صحفية ان الغارة استهدفت مبنى مؤلفا من طابقين يقع بين بلدة النبي شيت واسرعين القريبة من مدينة بعلبك مشيرة الى عدم وقوع اصابات من جهته قال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان طائراته الحربية قصفت موقعا لصناعة الوسائل القتالية تابعا لمنظمة حزب الله المصنف تنظيما ارهابيا في عدد دول في منطقة النبي شيت بالعمق اللبناني ردا على عمليات القصف من الاراضي اللبنانية باتجاه شمال البلاد خلال الليلة الماضية الى هنا ختام هذه النشرة شكرا لكم على كرم المتابعة نلتقي في نشرة قادمة شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة